منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف رابعا الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم اتفق المجتمعون على أنه رد العدوان عن الدولة بما يماثله دون تجاوز أو شطط ولا مجال للاعتداء ولا حق للأفراد في إعلانه إنما هو حق لرئيس الدولة والجهاد المختصة بذلك وفق القانون والدستور وبيان ذلك أن الجهاد هو بذل الجهد بأشكاله المختلفة والمتنوعة لإعلاء كلمة الله عز وجل ولنشر الدين الصحيح بين الناس والجهاد في الإسلام شجرة جذعها الحوار والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لتوصيل حقيقة الإسلام الصحيح إلى العقول أما الجهاد القتالي فإنه متفرع عن الجهاد الدعوي تفرع الأغصان من الشجرة والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان المكية بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا سورة الفرقان الآية الثانية والخمسين والضمير في قوله به أي بالقرآن الكريم فهو أمر صريح للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد الدعوي للكفار حال كونه في مكة قبل أن يشرع القتال وفي سورة النحل المكية أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم سورة النحل الآية العشرة بعد المئة إذن القرآن المكي تضمن كلمة الجهاد والمراد بها جهاد النفس بما فيه من الصبر على الدعوة وتحمل الأذى في سبيلها وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدت الدولة الإسلامية بمقوماتها الدستور والأرض والشعب ومن ثم شرع الجهاد في المدينة لدفع العدوان والدفاع عن حما الدولة والوطن وهذا أمر تقره الأعراف والقوانين الدولية ومن القطأ أن يتصور كثير من الناس أن العلة في عدم مشروعية الجهاد القتالي في مكة الضعف وليس كذلك بل السبب في عدم مشروعية الجهاد في العهد المكي ومشروعيته في العهد المدني أن المسلمين في مكة المكرمة لم يكن هناك شيء يقاتلون دونه ومن هنا لا يوجد في الإسلام جهاد قتالي لإكراه الناس على الدخول فيه قال تعالى لا إكراه في الدين ولا نافية كما يقول أهل اللغة أي لا يتأتى الإكراه في الدين لأن الدينونة لا تكون إلا في القلب فإن قيل لماذا شرع الجهاد القتالي في الإسلام إذن؟ قلنا لدرء الحرابة لا لإزالة الكفر فكل من يحارب المسلمين أو يعتدي على ديارهم وأوطانهم أو على أنفسهم هو الذي نحاربه ونرد عدوانه عنا ومشروعية الجهاد لا تعني أن أصل الجهاد وهو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة قد ولى وانتهى بل كانت الدعوة إلى الله ولا تزال هي المفتاح الدائم للأنواع الأخرى من الجهاد والفرق بين الجهاد الدعوي والقتالي أن الأولى من أحكام التبليغ فالدعوة تتسع وتضيق حسب ثقافة الدعية وضمن قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما الجهاد القتالي فهو من أحكام السياسة الشرعية والقاعدة في باب الجهاد أن الجهاد الدعوي كان ولا يزال حوارا وإقناعا وليس إرغاما وإكراها والجهاد القتالي إنما يكون درءا للحرابة والاعتداء لا عدوانا وحربا ولا يشكل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد سورة التوبة الآية الخامسة وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله الحديث متفق عليه لأن قوله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خاص بالمشركين المحاربين بدليل ما ورد بعدها من قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فلو كانت غاية القتال هي الكفر حصرا دون غيره لتناقض ذلك مع الحكم بإجارة المشرك وأما الحديث ففرق في لغة العرب بين أقتل وأقاتل فالقتل غير القتال فأقتل تعني ملاحقة الناس في عقر دارهم حتى يدخلوا في الإسلام قسرا وأما أقاتل فعلى وزن أفاعل وهي صيغة تقتضي المشاركة ومعناه أواجه عدوان الناس بالمثل وقد نقل الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال ليس القتل من القتال بسبيل فقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله فتح الباري الجزء الأول صفحة 76 فإن قيل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بدأ الناس بالقتال قلنا لا توجد غزوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأها بالقتال فإن قيل غزوة خيبر فاجأهم بغارة قلنا لا لكن ورد إليه الخبر اليقيني بأن يهود خيبر يخططون مع قبيلة غطفان لحرب المسلمين فقام بقطع الطريق بين غطفان وخيبر ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فجأة في غبش الظلام لعلمه صلى الله عليه وسلم بالحرابة المتوقعة منهم أما غزوة مؤتة فقد جاءت بعد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأزدي وتخطيطهم لحرب المسلمين وفي غزوة تبوك فقد نقل بعض تجار الروم لبعض المسلمين أن الرومان يخططون لقتال المسلمين أما فتح الشام ومصر فقد كان متوجها إلى الرومان الظالمين الذين سفكوا دماء المصريين والشاميين حتى إن سكان البلاد قد رحبوا بالمسلمين فدخلوها بغير قتال والسؤال هل أجبر الفتح الإسلامي أحداً من المصريين أو الشوام على الدخول في الإسلام الجواب لا إذ لو كان الأمر كذلك ما بقي في البلاد التي فتحها المسلمون أحد من غير المسلمين بل عندما كان المسلمون يفتحون البلاد لم يجبروا أحداً من أهلها على الدخول في الإسلام إذ الأصل في الشريعة الإسلامية التعايش مع الآخر في تفاهم وتعاون ووئام قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم إن الله لا يغني عماد فرم حتى أن يغني عماد أم